بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفق عباده ويسر وأعان وكتب لهم الإذن بالحج إلى بيته الحرام فالحمد له سبحانه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صفوة الأنام خير من لبى وكبر وهلل وطاف وسعى وحج بيت الله الحرام صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته الأئمة الأعلام ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد إخوة الكرام حجاج بيت الله الحرام تم الحج بعون الله تعالى وفضله ومنته وتيسيره وأدى الحجيج مناسك الحج هذا العام وعاد الجميع بغبطة وسرور وفرحة وحسن ظن وصدق تعلق بما عند ربهم الكريم الوهام سبحانه وتعالى عادت الحجيج جموعها تأم بيت الله الحرام تطوف الإفاضة والوداع وتعود دارجة إلى منازلها ومواطنها وأهلها وأولادها تعود وقد ملأت صدورها رحمة ربهم وعفوه ومغفرته وصدق تعلق بأذيال الرجاء على صعيد المشاعر في حجهم هذا العام في عقاب الحج ونهاياته يعيش الحاج المسلم المستبصر لأمر دينه ودنياه يعيش مواقف التأمل والنظر والاتعاض والتدبر فيما كتب الله له ويسر له وهداه ووفقه في رحلته لحج بيته الحرام أثر الحج إحدى القضايا التي ينبغي أن تكون نصب العينين حجاج بيت الله الحرام أثر الحج ومن الذي ينبغي أن يكون عليه الحاج بعد عودته من رحلته لحج بيت الله الحرام وينبغي أن يكون هذا الحديث منصبا لكل من أكرمه الله عز وجل فحج وأتى وطاف وسعى وبات ودعا عبادات عظيمة جمة ومواقف كثيرة تنقل بينها الحجيج في رحلة حجهم بين المسجد الحرام عند الكعبة وبين الصفى والمروة في المسعى وعند مينا في الجمرات وعند عرفة في صعيدها وفي مزدرفة عند المشعر الحرام مواقف تنقلت بينها الخطى وانتقلت قبلها القلوب بمشاعرها بأحسيسها بحبها برغبتها بخوفها ورجائها بكل ما ملكت القلوب والأرواح تعلقا وصدق توجه إلى خالقها وبارئها سبحانه من إله عظيم جليل قدير ساق العباد من كل فج عميق فأتوا إلى بيته الحرام تركوا بلدانهم إلى بلد الله الأمين وقصدوا هذه البقاعة الطاهرة والمشاعر المقدسة يأمون بيت الله الحرام يقصدون هذه المشاعر العظام يبحثون عن رضا أرحم الأرحمين ورهو كرم أكرم الأكرمين وجود إله الأولين والآخرين يمن عليهم بالعطاء يكرمهم بإجابة الدعاء يغفر لهم ويعفو يعتق رقابهم من النار ويغفر سبحانه وتعالى في أعقاب الحج ينبغي النظر إلى أثر الحج فإن من الحصافة والعقل والفطنة معشر الحجيج أن يكون لأحدنا نظر ملي واستبصار جلي في شأنه في حجه في أثر الحج في حياته اعلموا وفقنا الله وإياكم لكل خير وهدى وسداد ورشاد أن ما من عبادة في الإسلام اشرعها الله تعالى لعباده إلا وفي طياتها من الحكم والمقاصد والأسرار إلا وفي ثناياها من الأثر البالغ والحكمة البالغة ما ينبغي أن نبحث عنه في ثنايا عباداتنا وقصدنا لبيت الله الحرام أجل فكل عبادة في شريعتنا معشر المسلمين ما شرعت لتكون مظاهر جوفاء ولا عبادات مجردة من روحها من معانيها التي تؤتي ثمارها في حياة العباد بل للعبادة مقصدها وكل عبادة لها روحها وجوهرها الذي يحفظ على العبد أثر عبادته ولذتها عبادة كالصلاة يقول الله عز وجل عنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هي هكذا ينبغي أن تكون الصلاة فمن صلى بحث عن هذا الأثر في حياته وقد صلى وإلا فينبغي أن يعيد النظر في الصلاة التي يصلي إن كانت حياته لا تزال قائمة على الأخطاء على المنكرات على الذنوب والمعاصي على التقصير والوقوع في الفحشاء والمنكر فليست الصلاة التي أراد الله لأنه قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وفي الصيام يقول سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يراد للصائم من صومه أن يصد إلى تقوى الله يراد له وقد صام ثلاثين يوما في العام أن يحقق المراد من الصيام ويصل إلى نيل تقوى الله فمن لم يجد أثر هذا بصيامه أعاد النظر في صيامه وعبادته لله جل جلاله بهذه العبادة فما ظنكم بالحج وهو خامس أركان الإسلام الخمسة وهو أعظمها عملا وأطولها زمنا وأكثرها بذلا فإنك تنتقل فيها بين بقاع وأماكن متعددة بين حرم ومنا ومزدلفة وعرفات تتنقل بينها عبادة تتضمن داخلها جملة من العبادات فيها صلاة وطواف وسعي فيها دعاء وذكر فيها مبيت ورمي فيها ذبح ونحر وحلق فيها ارتحال وانتقال وسفر عبادة بدن وعبادة مال عبادة كالحج يستغرق المتنسق فيها أياما متتابعة بين إحرام وحل بين تلبية وذكر كل تلك مؤشرات تقول لك إن عبادة بهذا الحج وركنا عظيما بهذا القدر ينبغي أن يكون له الأثر وأي أثر بل ينبغي أن يكون له في حياة الحجيج الأثر العظيم بقدر عظمة هذه العبادة هنا ستفهمون معشر الحجيج لما أوجب الله عز وجل الحج مرة واحدة في العمر لا غير ولو قسته بغيره من أركان الإسلام لوجدت الفرق الكبير فإننا في أركان الإسلام نجد الزكاة مثلا تتكرر مرة كل عام كل محال الحول ويملك العبد النصاب وجب أن يؤدي الزكاة وإخراج زكاة ماله في عام لا تغني عن عام آخر وهكذا يتجدد في حقه الواجب كل عام الصيام وهو ركن آخر من أركان الإسلام نصوم لله ثلاثين يوما كل سنة ولا يغني صوم يوم عن يوم وليس يكفي صيام شهر في سنة عن صيام شهر رمضان في سنة أخرى وهكذا على الدوام أما الصلاة فنحن نصلي كل يوم وليل خمس مرات التكرار في الأركان لأنها أركان ولن يكون ركنا في الدين ما لم يكن في حياتك على الدوام أركان ديننا تصحبنا طالما بقيت فينا في الحياة أنفاس تتردد الأركان في حياة العباد لأنها أركان الدين ومن غيرها فلا إسلام يبقى في حياة صاحبها وأما الحج فالمتأمل يجد هذه المفارقة بينه وبين باقي الأركان فإنه لا يجب إلا مرة واحدة في العمر لما قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا قالوا أفي كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم فأبان أن الوجوبة هو المرة الواحدة في العمر لا غير هنا ستفهمون الجواب معشر الحجيج إنما وجب الحج مرة واحدة في العمر لأن المرة الواحدة كفيلة بتحقيق المراد من عبادة الحج في حياة العباد المرة الواحدة كافية بأن تعيد الصياغة المسلم من جديد المرة الواحدة كافية لأن تدله على صراط الله وهداه ودينه وشريعته وأن يعرف كيف يمضي بقية حياته حج مرة واحدة عبد الله وأتي إلى مكة مرة واحدة في حياتك واقصد المناسك والمشاعر مرة واحدة في العمر فإذا عرفت الطريق فعد إلى بلادك وديارك وموطنك وأهلك وأولادك ولا عليك أن تعود مرة أخرى اذهب فقد عرفت الطريق هذا متى؟ عندما نجد أثر الحج عندما نصل إلى حج يحقق أثره في حياة العباد ما أثر الحج يا كراء؟ الحج مدرسة يعيش فيه الحاج خمسة أيام أو ستة متصلة وربما زادت يعيشها متلبساً بلبوس العبادة الحج مدرسة يعيش فيها الحاج أياماً كل فعل يفعله في تلك الأيام وإن كان عادة في غيره يقع في حجه عبادة هذا رأسك عبد الله تحليقه كم مرة في العام؟ كم مرة تذهب إلى الحلاق في الشهر في الأسبوع؟ تقص شعر رأسك أو تحليقه أو تزينه؟ كم مرة تفعل ذلك؟ أنت طيلة حياتك تفعله عادة فإذا جاء الحج أو العمرة وأردت أن تتحلل حلقت رأسك عبادة هذا النوم الذي تضع فيه جنبك على الفراش لتستريح من عناء نهارك وتعبك ونصبك تنام ساعة أو دقائق أو ساعات هو حاجة بل هو فطرة بشرية يحتاج الناس إلى النوم لاستعادة النشاط والقوة والحركة والحياة في كل أيام السنة وفي كل بقاع الدنيا ننام عادة في الحج أن تتبيت عبادة تضع جنبك على الفراش يوم مزدلف ليلة العيد تتعبد لله بذلك وتؤجر على ذلك وتنال ثوابه تبيت بمين ليالي أيام التشريق تضع جنبك على الفراش أنت مأجور وأنت نائم هي عبادة تؤديها علمنا الحج أن العبادة مفهوم أوسع وأنه معنى أعمق وأنه دلالة أكبر لهذا قال الله عز وجل في سورة الأنعام لنبينا صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي النسك قيل هو الذبح خاصة وقيل هو كل أعمال المناسب قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا كل الحياة ليس شيء من الحياة خارج عن أن تريد به وجه الله لم يكتفي بالحياة فضم إليه الممات قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هذا والله يا كرام من أعظم آثار الحج إدراك هذا المعنى الكبير إدراك معنى العبودية لله رب العالمين عبوديتنا في الإسلام معشر المسلمين ليست صلاة تؤدى في المسجد في دقائق ونعيش بعدها ساعات اليوم ودقائقه بمعزل عن معنى العبودية عبوديتنا في الإسلام ليست شعائر تؤدى في المسجد أو في الأماكن المقدسة ثم نعيش باقي أيام الحياة وفق أهوائنا ومرادات نفوسنا لا في الإسلام حياتنا كلها عبادة بل جعل الممات الذي هو مفارقة الروح للجسد الذي هو سكون مغادرة الحياة جعلها أيضا لله فماذا بقي لك عبد الله ما بقي شيء ما بقي لنفسك من نفسك شيء لأنك أنت كلك وما تملك لله فحياتك لله وهذا يفهمك أن توقع كل شيء من أمر حياتك على مراد الله تدري لما؟ لأنك عبد وهو الرب سبحانه والعبد عبد والرب رب نمت أو استيقظت أكلت أو شربت دخلت أو خرجت تزوجت أو أنجبت تبقى في النهاية عبدا في كل شيء تصنعه في حياتك أنت تنطلق من منطلق العبودية لله والله عز وجل يأمرك بواجب وبحق الألوهية والربوبية له جل في علاه فيبقى العبد عبدا والرب ربا هذا المفهوم الشامل للعبودية جعلنا ندرك أن العبادة هي كل شيء يحبه الله في حياتنا كل ما نفعله من أقوال وأفعال نحن فيها عباد لله هذا المفهوم الشامل يا كرام يبدد تلك النظرة البائسة للحياة ذلك الانفصام النكد الذي أفرزته بعض الحضارات البشرية المريضة التي جعلت الحياة حتى في مفهوم التدين جعلت شطرا منه لله وشطرا منه للنفس فكانت الحكمة الرومانية الهالكة دعم لله لله ودعم لقيصر لقيصر وأن جزءا من الحياة هذا بينك وبين الله والجزء الآخر هذا لنفسك لحياتك افعل فيه ما شئت يعيش بعض أرباب الأديان المحرفة مفهوما قاصرا عن العبودية في أديانهم الباطلة وأن العبادة أن تأتي إلى دار العبادة يوما في الأسبوع أو ساعة وتتلو طقوسا وأورادا وعبارات وتنصرف ثم تفعل في باقي أيام الأسبوع ما شئت من حلال أو حرام طالما أتيت إلى دار العبادة مرة كل أسبوع أو شهر فأنت عبد من عباد الله الصالحين هذا الانفصام النكد هو الذي يجعل بعض الحياة لله وبعض الحياة لغير الله هذا مفهوم باطل بدده الإسلام قال الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون هذا المنطق البائس عاش عليه أهل النفاق في صدر الإسلام الذين يأخذون من الدين شيئا ويتركون أشياء ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر قالوا الله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم تدري ما ذنبهم الذي اقترفوا قال الله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم يا إخوة ليس في مفهومنا في الإسلام ولا في عبوديتنا نحن المسلمين ليس فيها أن نأخذ من الدين شيئا ونترك أشياء ليس في عقيدتنا ليس في ديننا ليس في مفهومنا في الإسلام هذا المفهوم الاجتزائي الذي يجعل بعض الدين في اليد وبعضه مهملا التدين في الإسلام أن تكون حياتك منذ أن تستيقظ صباحا وحتى تنام مساء على مراد الله تأكل الحلال وتشرب المباح وتتعامل في حدود ما أذن الله أكلك طعامك لباسك هيئتك مظهرك منظرك زوجتك أولادك سوقك مشيك بحثك عن الرزق تعاملك أخلاقك يا أخي كل ذلك أنت فاحكوم فيه بمشروعية الإسلام وبدين الإسلام أنت فيه محكوم بحكم الله من فوق سبع سماوات حتى المباحات وهي أوسع الدوائر في الشريعة تفعل ما أباح الله وما أذن لك افعل المباح إلى حدود أن يقول الله لك عبدي هذا حد من حدودي فلا تقربه وما عداه فالحل لك والمباح ما أباحته الشريعة لا ما أباحته الأهواء والحرام عندنا ما حرمته الشريعة لا ما حرمته القوانين والأنظمة فيما فيه في شريعة الإسلام نص يبين حكمه والمقصود يا كرام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما سمع الصحابة ورووه إن الحلال بين وإن الحرام بين مات عليه الصلاة والسلام وقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ويوم عرف في حجة الوداع أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه الآية المباركة التي يعتز بها أهل الإسلام ويرونها منقبة لنا في ديننا ومفخرة لنا أمة الإسلام نزل قول الله جل جلاله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة يوم عرف جاء اليهودي فقال لي عمر آية في كتابكم معشر المسلمين لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدة قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فقال الفاروق عمر رضي الله عنه والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت دزلت عشية عرفات على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يا أخي كم تشعر بالفخر أنت مسلم وربك وربك يقول اليوم أكملت لكم دينكم كم تشعر بالعز بالانتماء إلى هذه الأمة والله يقول ممتنا وأكملت عليكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أي رضا يملأ صدرك وأنت تسمع ربك يقول ورضيت لكم الإسلام دين يا أخي عزنا بالانتماء إلى هذا الدين وفخرنا بكوننا مسلمين أي والله شرف المسلم في هذه الحياة أن جعله الله مسلم أن أكرمه الله بهذا الدين هذا واحد يا كرام من أعظم آثار الحج التي ينبغي أن تطبع في قلوب الحجيج عزهم وفخرهم وشرفهم بالانتماء لدين أكرمنا الله به وامتن علينا من فوق سبع سماوات في يوم عرفات بالآية التي أنزلت على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم فاليوم لا ينبغي أن تزعزع هذه المفاخر والعزة والشرف والانتماء إلى هذا الدين لا ينبغي أن تزعزعه أوضاع المسلمين اليوم في العالم ولا تكالب الأمم على الأمة الإسلامية ولا اضطهادها ولا ظلمها ولا هوانها يا أخي مهما أصاب الأمة من بلاء وكيد وعدوان وتآمر وتواطؤ وتكالب واضطهاد واستعباد وذل وقهر وبغي والله مهما حصل تبقى مرحلة عابرة في تاريخ البشرية صفحة وستطوى عما قريب ولله الحكمة البالغة بلاء ما سلم منه في تاريخ الإسلام زمان وامتحان يمحص الله به البلاد والعباد لكن يبقى عز الإسلام وشموخه وفخره ويبقى الفأل والنظر ويبقى الوعد الحق بالمستقبل لهذا الدين عما قريب تبقى وعود الشريعة في نصوص الكتاب والسنة التي تفرغ على القلوب صبرا ويقينا وتزيد من أقدامها استمساكا وثباتا ورسوخا في طريقها على هذا الدين القويم عندئذ يرجع الحاج من حجه وقد أبصر في حجه اجتماع إخوته المسلمين من شرق الأرض وغربها ووقف معه بعرفات قرابة اثنين مليون ونصف مسلم طاف وسعى وبات ورمى ودعى وخشع ورفع يديه وخضع وشاركه في ذلك كله ألوف مؤلفة ملايين الحج يقول لك أنت اليوم لست وحدك أنت اليوم تنتمي إلى أمة عريقة فيها الأبيض والأسود فيها العرب والعجم فيها القريب والبعيد فيها كل الحضارات كل الأجناس كل اللغات كل الألسنة كل الثقافات اليوم أنت عزيز بدينك عزيز بأمتك ارجع واصبر واحتسب وانتظر ففرج الله قريب ونصره لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وعد حق سيأتي يوما ما وما أنا وأنت إلا كأوراق شجر إن سقطت ورقة بقيت الشجرة عالقة ما أنا وأنت إلا كصفحات تطوى والسجل حافل ويبقى ما بقيت الحياة وعد الله حقا ووعد نبيه صلى الله عليه وسلم صدقا يا رجل جئنا نحج اليوم بعد نحو من ألف وأربعمائة وأربعين سنة من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام كم مر عبر هذا التاريخ الطويل على الأمة من اضطهاد من ظلم وعدوان من قهر من انهزام من انكسار كم مر أوقف الحج هل تعطلت الفريضة هل زال البيت الحرام هل هدمت الكعبة والله لتدركنا أن دين الله منصور وأن وعد الله حق وأن الأمة تضعف في بعض الأزمنة وأن يمكن أن تكون موطئ الأقدام لضعفها وذلها وتفريطها في القيام بما أمر الله لكن أن تبيد أو تستأصل من جذورها أو تقتلع أو أن تطوى صفحتها وتندثر لا والله لا والله وسيبقى هذا الدين منصورا بنصر الله محفوظا بحفظ الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون يا أخي ما مراد البشر ولو اجتمعوا إذا أباه رب البشر يريدون والله يقول ويأبى الله ما عسى أن يتم في إرادتهم إذا كان الله يقول ويأبى الله بالله من ذا الذي يظن أن شيئا سيستعصي ويمكن أن ينفذ ويمكن أن يتحقق والله يقول ويأبى الله عندها ستدرك أن كلما تراه عيناك أو تعيشه من جراح الأمة النازفة وبلاءاتها المتعددة أنها قدر من أقدار الله ولله فيه حكمة البالغة وأنها مرحلة من مراحل الصراع الذي قال الله عنه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين وندرك أننا لسنا بأعز ولا أكرم ولا أشرف ولا أقرب إلى الله عز وجل من جيد عظيم كان فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن زمن كان فيه النبي الذي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم بين ظهراني أصحابه وأصابهم ما أصابهم يوم أحد وفيه نزل قول الله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير هنا تطمئن النفوس أي والله لسنا أكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست الأمة اليوم بأعزة ولا أقرب ولا أكرم عند الله جل جلاله من أمة الإسلام لما كان بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تبقى حكم الله أعظم وأعلى وفوق تصورات البشر وإدراكاتهم القاصرة يأتي الحج فيعلمك أثراً عظيماً من آثاره أن يثبت عبد الله فإنك على الدين الحق واستمسك بدين الله ولا ترضى لقدميك أن تزحزح وأن تبقى شامخاً واثبت على دينك فثباتك ثبات لأمتك ووقوفك ورسوخك وشموخك أيضاً عز وبقاء وانتصار لأمتك لا يأتي أنك الشيطان فيدخل من ثغرتك وينفذ أيضاً من بوابتك وتترك خانتك في بناء الإسلام فارغاً لن تظن وأنت لبن من لبنات بناء الدين لا تظن أن غيرك سيسد مكانك فلكل مسلم في الأمة مكانه الذي هو موكل به وخانته التي ينبغي أن يملأها فمن تركها بقي مكانه فارغاً وستبقى في جدار الإسلام فراغات طالماً سحب هذا من هنا وذاك من هناك أثبتوا نعم الهجوم شديد والأعداء كثر وستيتكالب الأمم على الإسلام كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها صدقاً كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ما أخبرنا بذلك لنستسلم ولا لنعيش واقع ثم نقول ها هو ذا الذي كان يقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام فننفض الأيدي ونرتقي بالعزائم ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون ما أخبرنا عليه الصلاة والسلام إلا لمزيد صدق في نبوءته ووعد صدق في كلامه ودعوة إلى اتخاذ ما يمكن أن يتقوى به أهل الإسلام في كل زمان ومكان يعلمنا الحج أثراً عظيماً يا كرام ومن أثار الحج العظام قضايا كبيرة نعيشها قد يضيق المقام عن حصرها وعدها لكن حسبنا أن نشير منها إلى قضايا كبرى في الحياة هي مفاصل هي منعطفات ينبغي أن يمسكها الحاج وأن يقف عليها وأن ينظر إليها وأن يستصحبها معه فإن الكلام الآن فيما بعد الحج قبل الحج يا كرام قبل الصعود إلى منا وعرفات ومزدلفة كان الهم الكبير عند كل الحجيج كيف نكون كيف يكون الحج كان الهم كيف أحج كان الهم الخوف من وقوع التقصير في الحج أو الخلل في النسك أو الفساد أو ضياع الجهد نعم وكان هماً في محله أما وقد فرغ الحج فينبغي أن يكون الهم كيف أكون بعد الحج صدقاً أن يكون السؤال الكبير أين أثر الحج للحج آثار وليس أثراً واحداً للحج مواضع عظيمة في حياة العباد كفيلة بأن تعيد صياغة المسلم من جديد الحجيج رجالاً ونساء ذكوراً وإناثا صغاراً وكباراً عرباً وعجماً كل من أكرمه الله فأوفده وأتى به وأكرمه وأذن له بالحج إلى بيته الحرام هذا العام والوقوف بالمشاعر العظام فإن كل هؤلاء ينبغي لهم أن يتأملوا في آثار الحج في حياتهم وأن يتلمسوها أيضاً بعد عودتهم من حجهم إلى أهليهم وديارهم وأوطانهم يا كرام أثار الحج عظيمة وأعظم آثارها ما عاشه الحاج في حجه في رحلته ذات الأيام الخمسة أو الستة من صدق قربه من الله ومعرفته تماماً بلذة المناجاة بين يدي الله في حجك عبد الله أنت أنت والكلام لك ليس غيرك وجدت في حجك روعة ولذة ومتعة المناجاة وجدت أن كل دمعة تحرق العين يصحبها حرقة في القلب إلا دموع الخشية من الله فإنها عندما يذرفها العين لا تجد لها إلا أنساً ومتعة وانشراح صدر كل دمعة فيها حرقة قلب إلا دمعة الخشية من الله فيها الانشراح وأنس الصدر وراحة القلب وهذا شيء عجيب جعله الله تعالى من آثار العبودية له سبحانه وتعالى في حجك وجدت أثر الدعاء واستمتعت بالمناجاة في حجك دعوت الله هنا وبكيت هناك في حجك سألت الله هنا وهناك وتقربت إلى الله فلبيت وذكرت وقرأت القرآن علمك الحج أنك أقرب إلى الله مما كنت تتصور علمك الحج أنك يمكن أن تكون مستمتعاً بعبوديتك لله متلذداً بخشيتك بحضور قلبك بين يدي الله على الدواب وجدت هذا الأثر عبد الله فرحمك الله لا تترك هذا الأثر يغادر حياتك بعد حجك خذه معك حتى تغادر الروح منك الجسد حتى يوافيك الأجل فإذا جاءت الساعة التي تحتضر فيها وتنزع روحك تكون من أمتع العباد أنساً بالله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون يا كراء عباد الله الأتقياء يجدون حتى في أصعب ساعات الحياة عند نزع الروح وساعات الاحتضار يجدون أنساً عجيباً وانشراح صدر وبهجة وفرح وسروراً هذا هو أنسهم بالله الذي طالما وجدوا اللذة في القرب منه سبحانه وفي مناجاته أثر الحج أن تعيش هذا المعنى على الدوام عبد الله أثر الحج أن يكون ربك في قلبك حاضراً وذكره على لسانك دائماً أثر الحج أن يكون تعظيم الله في قلبك قائماً أن يكون حب الله في قلبك دائماً في كل وقت عامراً به فؤادك أن يكون الخوف من الله في قلبك هو الوازع الذي يردك ويحجبك حتى لو غابت عنك الأعين حتى لو كنت وحدك وأغلقت دونك الأبواب وأغلقت دونك الستر فإنك لا تزال تقول إني أخاف الله علمك الحج أثراً عظيماً كيف يكون ربك جل جلاله عظيماً في قلبك وكيف يكون حبه سبحانه عامراً في صدرك كيف يكون ذكره ومناجاته من أمتع الأشياء إلى قلبك عشت في حجك أياماً وجدت فيه أثر القرب من الله بكثرة مواطن الدعاء بكثرة التلبية والذكر لله حلاً وإحراماً وجدت أثراً في حجك وأنت تسأل الله في الكعبة وفي الصفا والمروى وتسأله في عرفة وفي ميلاً عند الجمرات وفي مزدلفة عند المشعر الحرام علمك حجك أن الرحلة في الطريق إلى تقوى الله ليست صعبة وأن مسألة الولاية وأن أتقياء ليسوا مرحلة في الأمة ولا جزء منها يختص بصنف هم صفوة الناس وأن التقوى والولاية وأن الخشية وأن الخضوع وأن البكاء من حب الله أو الخوف من الله أنه ليس محصوراً على فئة من الآئمة أو العلماء أو الدعاة أو القراء هو لك ولي ولكل مسلم ومسلمة ما حجب الله أحداً عن بابه ولا رد الله عز وجل عبد من العباد أتاه وطرق بابه وسأله وقال يا رب علمك الحج أثراً عظيماً أنك من الله قريب وأن الله سبحانه وتعالى يصدق مع من صدقه فمن أقبل على الله وجد كل أنس وخير ومن طرق باب مولاه وجد من الله الكرم والعطاء يا إخوة نحن نتعامل مع رب كريم سبحانه والحجيج في رحلة حجهم يستشعرون عظيم منة الله عليهم إذ أكرمهم وأوفدهم وأتى بهم إلى بيته الحرام علمنا الحج أثراً عظيماً نعيش به مدى الحياة قرباً من الله رحم الله عبد الحج فوقع حب العبادة في قلبه فإذا به بعد الحج لا تفوته صلاة حاضرة في جماعة المسجد هو ليست تفوته الجماعة عفواً بل لا يتأخر عن تكبيرة الإحرام ولا يغيب عن جماعات مسلمين هو من حفاظه على الصلاة وحبه لها لا يزال يكمل فرائضها بسنانها بل هو يوتر قبل أن ينام وربما أمتع الله قلبه فصارت لا تطيب نفسه إلا بركعتين لله في جوف الليل في أوله أو آخره ولو بركعتين هو من أنسه بذكر الله لا يزال مصاحباً القرآن وقد ختمه في رحلة حجه مرة أو مرات لكنه ما يزال مع ورده من كتاب الله على الدوام فيغدو عبداً صالحاً ملازماً لذكر ربه مصاحباً لقرآنه قد عرف حقيقةً أن هذه متعة الحياة وأن هذا أنسها وأن هذا موطن شراح الصدري فمغدو رعاك الله إلى موقعك في الحياة في أي طريق كنت في أي باب طرقت في أي درب سلكت هكذا المسلم إن كان زوجاً في بيته وأباً بين أولاده وأماً بين بنيها أو موظفاً في شركته أو فلاحاً في مزرعته أو طبيباً في عيادته أو مهندساً في مصنعه أو سائقاً في سيارته أو مسلماً في أي مكان في الدنيا لا يزال يحمل في قلبه من حبه لربه وقد عرف لذة العبودية بين يدي ربه سبحانه لا يزال يسلك هذا الطريق لا يلوي فيه على شيء يا إخوة هذه متعة العبادة التي يجدها الحجيج في حجهم لما تعيش قلوبهم متعة التعبد لله بتلك المناسك فإذا بهم بعد الحج أحرص ما يكونون على أن لا يفقدوا من لذة العبودية هذه مثقال ذرة وأن تبقى هذه القضايا في حياتهم حاضرة وأن تبقى صلتهم بربهم رطبة طرية وعلموا يقيناً أن الله عز وجل قريب من عباده وأنه يجيب من دعاه وأنه يحيي قلب من ذكره ورجاه وتوسل إليه سبحانه وتعالى من أثار الحج معشر الحجيج ثانياً أمر عظيم وجدناه في حياتنا سائر الحجيج بلا استثناء عندما حرصنا في حجنا أن نخطو الخطى وأن نقتفي الأثر وأن أدي المناسك مؤتمين فيه برسول الهدى وسيد الورى صلى الله عليه وسلم الذي حج فقال لتأخذوا عني مناسككم ما حج حاج منذ ذلك العام إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة إلا هو يوقع حجه على خطى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقف حيث وقف يرمي حيث رمى يبيت حيث بات ويدعو حين دعى في كل موضع نتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا الحج درساً كبيراً درساً عظيماً أثراً بليغاً أن لنا في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم ليس في العبادات فقط ليس في المناسك فحسب بل في كل شؤون الحياة كان أباً عليه الصلاة والسلام وله أولاد كان زوجاً صلى الله عليه وسلم وله نساء كان جاراً وله جيران عليه الصلاة والسلام كان صديقاً وله أصدقاء صلى الله عليه وسلم كان معلماً كان أباً كان رحيماً صلوات ربي وسلامه عليه عاش بشراً كسائر البشر يضحك ويبكي يحزن ويفرح يغضب ويرضى له في كل موقع في حياته عليه الصلاة والسلام موضع عظيم هو موضع اقتداء لنا أمة الإسلام فمهما سعينا في الحياة وتقلبت بنا مواقف الحياة واختلفت بنا دروب الحياة فوالله إن لنا فيها من رسول الله أسوى صلى الله عليه وسلم رحمك الله عبد الله وأنت أمة الله حججتم واجدهتم في حجكم في تقليم الأظافر وقص الشعر وترك الطيب وفي كل خطوة من المحظورات والواجبات والمناسك والأركان أن يكون أحدكم حريصاً على تتبع حجته عليه الصلاة والسلام وما زال الحرص والقلق قائداً في نفس كل حاج وحاج فتراه يسأل قبل أن يفعل ويتثبت بعد أن يفعل ويمستعد لأن يفتدي بكفارة إن احتاج إلى كفارة عندما يشعر أنه أخطأ أو قصر أو خالف يا أخي ما أجمله من شعور أن تكون القلوب متهيئة لتقبري لتقبري كل شيء جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أبصرت إلى الحجيج في حجهم لكأن لسان حال أحدهم يقول لو قال لي مد مدت سمعاً وطاعة وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحباً لو أمرنا بالموت لمتنا عليه الصلاة والسلام يا أخي هذا الارتقاء الإيماني الكبير هذا السمو الروحي العجيب الذي وجدناه في حجنا ينبغي أن يكون له أعظم الأثر في سائر مناح الحياة كم بقي في عمرك من يوم من شهر من سنة والله بوسعك أن تفعل في بقية حياتك ما فعلت في حجك أينما وجدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعلاً وقولاً فتمسك به ولا تحد عنه لا ترضى بغيره لا تستبدله هو والله أعظم السعادة في سلوك دربه في الحياة عليه الصلاة والسلام في حجك انتصبت وانتصب فؤادك وقلبك ومشاعرك وكل جوارحك وأحاسيسك بحثاً عن درب وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قيل لك إنه فعل كذا بدل كذا لفعلت مثله ولو قيل لك إنه قدم كذا وأخر كذا لصنعت مثله كلنا كان في حجه حريصاً تمام الحرص أن يكون حجه من الألف إلى الياء من الأول إلى الآخر على خطى وهدى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج مدرس وهذا أحد آثاره وصدق القائل وهو يصف هذا المنظر الكبير للحجيج وهم يأتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول قائلهم كأنني برسول الله مرتدياً صلى الله عليه وسلم كأنني برسول الله مرتدياً ملابس الطهر بين الناس كالقمر نور وعن جانبيه من صحابته فيالق وألوف الناس بالأثر ملبياً رافعاً كفيه في وجل لله في ثوب أواب ومفتقري يمضي ينادي خذوا عني مناسككم لعل هذا ختام العهد والعمري وقام في عرفات الله منتطياً قصواءه يا له من موقف النظري تأمل الموقف الأسمى فما نظرت عيناه إلا لأمواج من البشر فينحني شاكراً لله منته وفضله من تمام الدين والظفر يشدو بخطبته العصماء زاكيةً كالشهد كالسلسبي للعذب كالدرر مجلياً روعة الإسلام في جمل بالرائع من بديع القول مختصر داع إلى العدل والتقوى وأن بها تفاضل الناس لا بالجنس والصور مبيناً أن للإنسان حرمته ممرغاً سيء العادات بالمدري يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا ممتع القلب والأسماع والبصري يا ربي يا ربي بلغنا شفاعته وحوضه العذب يوم الموقف العسري صلى الله عليه وسلم من عاش في حجه هذا المعنى واستحضر هذا المشهد وشعر أن نبي الله عليه الصلاة والسلام حج هنا ووقف هناك وطاف وأنت اليوم تخط الخطى إثر الخطى وتضع القدم موضع القدم والله لتشعرن بعزة للسنة في جنانك في حياتك لتشعرن بفرح أنك اليوم جئت بعد ألف واربعمائة واربعين سنة تقول والله إني لأحبك يا رسول الله وأقتفي أثرك يا نبي الله وحريص على اتباع سنتك تقولها حباً وصدقاً ووفاءاً واستناناً برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعظمه من درس ثم لا تزال رعاك الله في شأنك كله في حياتك كلها متأسياً فيه برسول الله عليه الصلاة والسلام في أقوالك وأفعالك في عباداتك ومعاملاتك في بيتك وفي عملك في السوق وفي الطريق في المسجدين وفي المستشفى وفي كل مكان لا يزال لك في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوى تتقفى أثرها ولما لا وقد أتيت فحججت لما لا وقد تقفيت فيه آثاره عليه الصلاة والسلام واحدة من معاني الفخر والعز في قلوب الحجيج جميعاً أنهم يحجون وينتقلون في خطاهم لأداء المناسك منتقلين بين خطى الأنبياء عليهم السلام حجت الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وقفوا مكان ما وقفتم ورميتم كما رموا ولبيتم كما لبوا هذا غاية الفخر الذي يعيش فيه المسلمون سلوك درب الأنبياء وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فالمأمورين نحن بالاقتداء به والذين أمرنا بالتأسي بسنته صلى الله عليه وسلم نعيش في حياتنا أعظم المعاني باقتفاء سنته فوجدناها قريبة المنال وعشنا أياماً نقتفي فيها آثاره وهديه وسنته لا ندع فيها قولاً ولا فعلاً صغيراً ولا كبيراً قليلاً ولا كثيراً ما فعلنا شيء إلا في حدودي ما حج به عليه الصلاة والسلام ورقص أو أذن فيه لصحابته الكرام رضي الله عنهم هل لك عبد الله هل لك أن تعيش بقية عمرك كالخمسة الأيام التي عشتها في حجتك والله بوسعك أن تفعل بل قد أثبت لنفسك أنك تقدر على ذلك كما فعلته في حجك بوسعك وقد فعلت أن تعيش بقية عمرك مقتدياً فيه بحبيب قلبك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أوان أن تصدق في محبتك لله والله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هذا أوان أن تشرف فيه باتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجعله عنوان محبتك ودليل صدقك في وفائك لنبيك عليه الصلاة والسلام فلا تفعل الفعل ولا تقول القول ولا تنظر النظر ولا تفعل الفعل إلا مقتدياً فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبداً ورحم الله مسلماً ومسلمة أكرمهم الله بالحج فحجوا فلما عادوا بعد حجهم إذا هم من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقتفون أثر سنته ويرفعون رايتها بل وينشرونها في الآفاق رحم الله عبداً مر بأخ له في الله فقال له أخي هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ونبه بلطف فقال أخي هذا لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ننطق بالسنن ونعيش على السنن ونحيا من أجلها نعيش حياة ملؤها البركة وعنوانها الصفاء وإطارها الإخاء نعيش حياة حافلة برحمة وخير وبركة لما لا ونحن نعيشها مقتدين فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثاً من أثار الحج العظام التي يرجع بها الحجيج ومن حجهم أيها الكرام هذا المعنى الفريد العظيم الذي نجده في كل موطن من مواطن الحج نجده في الحرم ونجده عند الكعبة وفي الصفاء والمروة وفي عرفات ومزدلفة وميناً وعند الجمارات وفي المطارات وفي الحافلات والقطارات تجد هذا التلاقي الأخوي الكبير تجد هذا الاجتماع البشري العجيب تجد هذا التمازج الإنساني الذي لم يجتمع لا على لون ولا لغة ولا جنس ولا دولة ولا شيء سوى الاجتماع على دين الله وكفى تفرقوا في كل شيء ولا جمعهم إلا الإسلام يختلفون في كل النواحي ولا يتفقون إلا في العقيدة وجاءوا لهذه العبادة علمك الحج أن لك إخوة في الإسلام من شرق الأرض وغربها ربما ما رأيتهم في بلادك قط ولا زرت بلادهم في حياتك قط لكن الله جمع بك معهم في بيته الحرام وفي المشاعر العظام علمك الحج أنك اليوم لست وحدك وأن لك من إخوة الإسلام الألوف المؤلفة هنا وهناك وأنك تنتمي إلى أمة عريقة عراقة هذا التاريخ واسعة سعة هذا الامتداد في بلاد الدنيا كلها علمك الحج أن أثرا عظيما وجدته في اعتزازك بإخائك لإخوانك المسلمين فتذكرت بذرة هذا الإخاء الإيماني الطاهر التي بذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما آخ بين المهاجرين والأنصار في أوائل ما صنع لما قدم المدينة مهاجرا صلوات ربي وسلامه عليه آخ بينهم وأعلنها أن تشهيد صرح الإسلام لا يقوم إلا على هذا الإخاء إلا على هذا المعنى الكبير فآخ صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الإخواء بين المهاجرين وإخوانهم من الأنصار آخ بين المواني وبين الأحرار آخ عليه الصلاة والسلام بين سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي آخ بين هؤلاء الموالي الأعاجم وبين الأحرار من قريش ومن الأوس والخزرج من الأنصار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن معاذ وسعد بن معاء بن عبادة وأسعد بن زرارة وكبار المهاجرين والأنصار آخ بينهم جميعا فزالت بينهم الفروق وتلاشت بينهم الطبقية واتحد بينهم علائق الإخاء على نحو عجيب فكونوا نسيجا مسلما قوامه هذه الأخوة العجيبة في الدين فيبقى القانون الذي يحكمهم إنما المؤمنون إخوة يبقى الدستور الذي يتحاكمون إليه المسلم أخو المسلم تبقى الراية التي يجتمعون عليها وكونوا عباد الله إخوانا عاشوا هذا المعنى جاء الحج فأقبل أولهم وآخرهم مائة وعشرون ألفا ما فرقتهم قبائل ولم تموا إلى رايات ينتزعون إليها إلى أصولهم وقبائلهم وأوطانهم بل جاءوا الجميع يقول لبيك اللهم لبيك يعلمك الحج معنى هذا الإخاء الإيماني الطاهر فتعود إلى نفسك وتملأها عقيدة إسلامية صافية ويقين راسخاً أن هؤلاء إخوتك في الدين وأنه بعد اليوم لا ازدراء لجنس ولا احتقار للون ولا انتساب إلى عنصر ولا جنس ولا عرق ينحدرون منه أن الاعتزاز والانتساب الحقيقي لهذا الدين العظيم وأن أخوة الإسلام تسمو فوق العلائق وتتجاوز تلك الحدود كلها تبقى التنظيمات والترتيبات وتبقى الدول والانتماءات والتنظيمات القائمة التي ليس لها أثر على حساب أخوة الإسلام وأن الجميع اليوم أخ للجميع والمسلمون في هذا الدين وفي هذه الشعيرة وفي هذه المناسك يثبتون تآخيهم فيصفون جميعاً ولا أجمل يلتقي جميعهم بجوار بعض يصطفون يتحلقون حول البيت الحرام وقد أفاضوا جميعاً بين تلك المشاعر ووقفوا في تلك المواقف العظام ترى فلا شيء يفرق بينهم ولا شيء يفصل بينهم هذا المعنى الكبير يتجدد كل عام في حج بيت الله الحرام ليبقى أثراً بليغاً وأن المسلم في كل أنحاء الدنيا أخ لك تحمل همه ويحمل همك وترقب شأنه ويرقب شأنك تنتصر لقضيته وينتصر لقضيتك الكل هنا يشعر أن دين الله جل جلاله كما قال سبحانه ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكون شهداء على الناس ومن أثار الحج أيها الكرام رابعاً أثر عظيم يتجلى في سلوكنا في أخلاقنا في أنماطنا في الحياة سلوك الرفق والأخلاق الحميدة والخصال الحسنة نعم الحج بر وبر الحج حسن الخلق فيه البر حسن الخلق كما قال عليه الصلاة والسلام والحج المبرور الذي جاهد الحجيج أنفسهم لبلوغه هو الحج الذي ملئ برا فحجك المبرور الذي ملأته براً كان من أعظم وجوه البر فيه حسن الخلق ورفق أفاض به قلبك على إخوانك ورفقتك وأصحابك والناس من حوله حسن خلق وطنت فيه نفسك وأقمتها وروضتها على خلق كريم حاربت نفسك في مواطن عدة في الحج فألزمتها وألجمتها وصنتها عن أن يستفزها الشيطان أو أن تجري معه في مسالك الهوى وقد وفقك الله فوجدت في حجك هذا المعلى ألا فرحم الله من عباده الحجيج من أكرمهم فرجعوا بعد حجهم وقد سمت أخلاقهم وصفت أرواحهم وعلت طباعهم نحو الأكمل والأفضل حق لك والله أخي الكريم عبد الله وأنت أمت الله حق لي ولك ولكل من أكرمه الله بالحج أن يعود بعد حجه إلى زوجته إلى أولاده إلى أهل بيته وجيرانه وأقربائه فيرون فيه أول ما يرون عندما يستقبلونه عند بوابات المطارات أو على أشرف المنازل وعند أبواب القرى وعندما كان استقبال الحجيج العائدين حق لنا جميعاً والله يا إخوة أن يروا أول ما يرون في وجوهنا أثراً مختلفاً هو نور الطاعة هو إشراق العبادة هو السكينة التي غشيت الحجيج هي الرحمة التي عمتهم ينبغي أن تكون هذه آثاراً يقروها الناس في الوجوه قبل أن تنطق الشفاه فكيف إذا عايشتها وعاشرتها كيف إذا خالطتها وجلست معها يا إخوة رجعك يوم ولدته أمه بشارة بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام فئة من الحجيج من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق من رجعك يوم ولدته أمه حمل معه عنوان البراءة والطهر والصفاء والنقاء رجع خالي الصدري سليم النفس رجع بعد حجه لا أحقاد لا أضغان لا ذكريات بالأمس لا قطيعة للماضي رجعك يوم ولدته أمه لن تذكره المواقف الماضية بالأسى والقطيعة والظلم والهجران سيسمو على ذلك كله ويطأ عليه بأقدامه ولا تعجب فهو قد حج إلى بيت الله الحرام وبقي من أثار حجه أن يعود أسمى وأعلى وأصفى وأنقى من كل النظرات الدونية ومن كل المواقف التافهة يعود أشرفا وأعلى من كل حظ من حظوظ النفس الدنية الزائلة يا أخي ما الذي بينك وبين إخوتك أبناء عمومتك أقاربك أرحامك جيرانك خصومات في الماضي شراكات ونزاعات لم تفصل حتى اليوم دعاوى ومظالم أذن وسوء جوار حسن الخلق إن كان في أحد معانيه بذل الإحسان فإن معناه الأعظم احتمال الأذى والصبر على الضيم العفو مع المقدرة التنازل عن الحق وهو حق لك هذا هو سمو المسلم في حسن خلقه إن لعباد الله من الحجيج أناسا جعل الله تعالى في نفوسهم من أثر الحج شيئا عظيما من الخلق الذي يتسامى به أحدهم بعد رجوعه من حجه فإذا به بين كل الناس من حوله ممن يعرف ومن لا يعرف وعليه أثر الطهر والنقاء والتقى والصلاح وقد أكرمه الله بخلق كريم فترقى به فما نظر إلى قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها بل نظر إلى الأرقى فمن عفى وأصلح فأجره على الله نظر إلى قول الله عز وجل ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل لكنه نظر إلى الأعلى والأسمى فقرأ قوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ما يريد إلا الأعالي إلا المكارم لا يريد إلا السمو لا يريد إلا الكمالات لا ينشد إلا أعالي الدرجات يا إخوة تلك منازل ليست باليسيرة ولهذا يقول الله عنها ادفع بالتي هي أحسد فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم انظر ماذا قال الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وأولى الناس بهذا المعنى أنتم حجاج بيت الله الحرام أي والله أنتم أحرى الناس وقد صفت قلوبكم وتطهرت نفوسكم أما غسلتها مياه الأمطار في عرفات وقد غسلتها مياه الدموع بالدعوات يا أخي قلوب طاهرة ونفوس صافية هي أولى والله بأن تحمل هذه المعاني السامية هي أولى بالوصول إلى تلك الدرجات الراقية أنتم أولى بأن يخاطب أنتم أولى ممن يخاطب بأن ارتفعوا بأخلاقكم وتساموا في نفوسكم علمكم الحج أن عفوا بعفو وأن إحسانا بإحسان من أراد عفو الله فليعفو عن العباد ومن أراد إحسانا من رب العباد فليحسن إلى العباد علمك الحج أنك كلما بذلت خيرا وإحسانا وجدت من الله مثله وأضعافه والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا وأغرانا أن جزاء من جنس العمل من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة يسعى في هذا الطريق ولا يراك الله إلا محسنا لا يراك الله إلا مرتقيا بأخلاقك ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة علمك الحج أن من الآثار العظام التي تحملها نفسك الكريمة وقد حجت بيت الله الحرام وأفاض على قلبك العفو والغفران وقد ألبسك حولل الكرام يوم عرفات وباهى بك ملائكة السماء علمك الحج أن لا ترجع كما كنت يا كرام والله ما ينبغي لأحدنا أن يرجع إلى حجه هو كما هو الذي جاء قبل الحج حاشا والله معاذ الله أعيذ نفسي وإياكم أن يرجع أحدنا بعد حجه كما هو ما تقدم إلى الأمام خطوة ما ارتقى إلى العلياء درجة من تزعى من أخلاقه وسوء نفسه خصلة جاهد نفسك وكلما أتاك شيطانك يدافعك أو يذكرك أو ينبش فيك ذكريات الماضي فاستعذ بالله منه وأخزه وذكر نفسك أنك اليوم أقوى وأنك بإيمانك بالله أرقى وأنك بحجك بفضل الله عليك تعود أفضل وأحسن وأكمل الكمال يا كرام ليس في انتزاع الحقوق واستفائها الكمال حقيقة في العفو عند القدرة يوم الفتح فتح مكة ماذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو الذي عادته قريش من قريش؟ أهله جماعته عمومته وأقاربه صهره وأرحامه هذه قريش عادته ثلاث عشرة سنة بمكة لاقى فيها الأذى عليه الصلاة والسلام باللسان كذاب وساحر وشاعر ومجنون لاقى الأذى باليد فيضعون سل الجزور على ظهره الشريف وهو ساجد صلى الله عليه وسلم تأتي فاطمة ابنته رضي الله عنها طفلة صغيرة تسعى باكية تزيل هذا عن ظهره تبكي أباها من الذي يصله من أذى قريش بل بلغت المؤامرة إلى قتله عليه الصلاة والسلام إلى هذا القدر من الحقد والضغاء يهاجر أصحابه الأوائل إلى الحبشة فيتبعونهم أذى إلى النجاش يطلبون استردادهم واستعادتهم لينكلوا بهم مزيدا من الأذى قتلوا من قتلوا وفجروا بمن فجروا ثلاث عشرة سنة بمكة فيها حصار الشعب فيها موت عمه وزوجه خديجة رضي الله عنها ما كفاهم شيء من الأذى يمشي عليه الصلاة والسلام بمين يدعو الناس القبائل القادمة إلى الحج فيمشي خلفه عمه أبو لهب فيقول هذا ابن أخي وأنا أدرى الناس به دعوه هذا كذاب هكذا وجد عليه الصلاة والسلام ثم هاجر إلى المدينة فتبعوه يريدونه حيا أو ميتا عليه الصلاة والسلام تخيلت أن سيد البشر ونبي الله يختبئ في غاره وصاحبه مطاردين مهاجرين هاجر إلى المدينة فلم يكتفي هذا الأذى ولم يكف لحقوه بالأذى والعدوان غزوة بدر فأحد فالخندق وما بينها من السرايا والقتال حتى سنة ست من الهجرة في صلح الحديبية هذه تسعة عشرة سنة لم يكف فيها عداء قريش ثم غدرت بالعهد فأتى فاتحا عليه الصلاة والسلام مكة سنة ثماني من الهجرة هذه تمام إحدى وعشرين سنة وخصمه فيه قراباته عمومته وأبناء عمومته جماعته وقبيلته وعشيرته لم تكن عداوة في امتزاع ولا خلاف على مال ولا شراكة ولا قطعة أرض كانت خلافا على عقيدة ومبادئ ودين وجهاد وقتال أمضوا فيه إحدى وعشرين سنة فلما جاء فتح مكة ودخل عليه الصلاة والسلام مظفرا منتصرا أعلن الأمن والسلام من أغلق بابه دونه فهو آمن من دخل دار أبي سفيانا فهو آمن من دخل المسجد الحرام فهو آمن لا يريد قتالا عليه الصلاة والسلام ولا يريد أن يقابله أحد في الطرقات يحمل سلاحا يريد إخلاء الطرقات وكف القتال وإرخاء السلاح أتى الكعبة فاجتمعوا في المسجد الحرام متحلقين به فيسألهم ما تظنون أني فاعل بكم هذا الدرس الكبير يا إخوة كيف نتعلمه ماذا قالت قريش حينها قالت أخ كريم وابن أخ كريم الآن أخ كريم لما تمكن من رقابهم عليه الصلاة والسلام تظنون أنهم قالوها مجاملة أنهم قالوها خوفا أنهم قالوها يدفعون بها تسليط السيف على رقابهم لا والله والله قالوها صدقا لما وقر في قلوبهم من معرفتهم بخلقه عليه الصلاة والسلام قالوها يقينا بما عرفوا وعهدوا عنه صلى الله عليه وسلم من سموه يا أخي الكريم حسن الخلق هنا عند الاقتدار والله لو قطع رقابهم عن بكرة أبيهم لكان منصفا ولو عذبهم واحدا واحدا لكان ثأرا بجزء من الحق قال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة